دكتور احنا كنا بنتكلم على ان احنا لما بنكبر في العمر ونخش فوق الستين خمسة وستين كنت شرحت اكويجين كده هل معنى اللي انت بتقول يا دكتور ان انا مثلا لو انا عندي أربعين سنة دلوقتي انا وزن ممكن يبقى ستين كيلو لما اكبر وابقى ستين انا بيوزن مثال مختلف هيبقى وزني اكتر اه ممكن يبقى ستين ويبقى ده مثال اه طب يعني ده الطبيعي يعني ان كل مرحلة سنية لها الايديا الويت الايديا الويت في الاطفال غير المراهقين غير مرحلة الشباب غير مرحلة بعد سنة 40 غير بعد سنة سنة ستين يعني ممكن يبقى الوزن المسالي وانت سنة سنة 35 سنة ستين تمانية وخمسين ممكن يبقى الوزن المسالي وانت فوق السنة 65 هو سبعين كيلو ما قلتش بقى الا ادنى الزيت لا طبعا لا لا عشان كده قلتك هي مفيش حاجة اسمها تقييم لعلاج السمنة او دياجنوزز غير بقى جهزة معينة زي الدكتور الباطن ما بيعمل تحليل السكر والضغط والكروسول دكتور اخصائي علاج السمنة بيعمل تحليل جهاز معين اللي هي كمية الدهون بالنسبة للسن ده حجم العضلات قد ايه معدل الحرق قد ايه عشان يدي حتى الايه الويت الناجح منها تمثل مع هذا السن